رفع الحصار عن المركز التجاري وستجايت لكن الكينيين يغذقون أطناناً من الطعام والشراب على أهالي ضحايا الحصار من مدنيين وجنود ومتطوعين قامت النساء في جمعياتنا بجمع كميات من الأغذية التي أعطيناها للصليب الأحمر لكي يكمل عملية التوزيع هؤلاء هم صوماليون يعيشون في كينيا وهم أيضاً عانوا من عنف حركة الشباب الإرهابيون لا دين ولا وطن لهم ولا شعب يدعمهم ويجب أن يعاقبوا على فعلتهم ونحن كالصوماليين كينيين نرفض الاعتداء على الأبرياء ليس كل الصوماليين من حركة الشباب وليست حركة الشباب كلها من الصوماليين هناك أفراد يأتون من دول أخرى وينفذون عمليات هنا ونحن ككينيين من أصل صومالي نعاني من تبعاتها نحن نعزي الأهالي ولا يشجر بنا الانتقام فكلنا متحدون وليست المسألة مسألة إثنيات أعمال خير كهذه تشير إلى أن الصوماليين في كينيا يعتبرون أنفسهم من أبناء البلد وفي إيستلي ضاحية الشرقية لنيروبي يعيش عدد كبير من المهاجرين الصوماليين ومنهم من غير الشرعيين وهم يخشون فعلياً من أعمال انتقامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر